تدخل الحرب على غزة أسبوعها الخامس ولا تحقق قوة الاحتلال أي من أهدافها التي أعلنت عنها في السابع من الشهر الماضي فلا هي تمكنت من اجتياح القطاع ولا هي استعادت من احتجزتهم المقاومة الفلسطينية ولا هي تمكنت من إيقاف الصواريخ الأتية من غزة ردا على قصف الاحتلال المتواصل على القطاع صحيفة اللوموند الفرنسية أكدت أن العديد من الصعوبات تقف أمام إسرائيل في حربها على غزة فالاحتلال يجهل حتى الآن كيف يدير معركته البرية وإنقاذ العدد المهول من المحتجزين الذين وقعوا في قبضة حركة حماس لا يقف الأمر عند هذا الحد إذ تشير الصحيفة إلى خطر تداعيات الغضب الشعبي العالمي جراء الهجمات الإسرائيلية التي توصف معظمها بالمجازر فيما تختم الصحيفة بالقول إن كلفة الحرب على غزة قد تكون أكثر بكثير مما يعتقده نتنياهو تقرير الصحيفة تعززه تصريحات الاحتلال وتؤكد أنه في ورطة لم يسبق له أن وقع بها إذ دعا وزير التراث في حكومة الاحتلال عميحاوي إيليهاو إلى إلقاء قنبلة نووية على غزة بغض النظر عن المحتجزين الإسرائيليين هناك فالحرب لها ثمن ومع اعتماد الاحتلال سياسة الأرض المحروقة ضد غزة في محاولة لكسر شوكة المقاومة وإخضاع سكان القطاع إلا أن أصوات التكبيرات لمئات النازحين في مستشفى الشفاء وهم يتابعون بشغف مشاهد كتائب القسام وهي تدمر آليات الاحتلال في الشاطئ وشمال غزة رغم آلامهم وفقدانهم لأحبائهم سيدعو الاحتلال للتفكير مرارا وتكرارا قبل أن يقف على خيار المواجهة وجها لوجه في معركة اعترف وزير الحرب في حكومة الاحتلال بأنها ستكون صعبة للغاية